بعض في حياتي يعني أنا من كل ناحية الحمد لله كنت مدعومة سواء من أهلي أو من صحابي أو من قريبي أو من ناس أنا ما عارفهاش فهو أنا يعني أنا كملت بأهلي أنا برضو عندي موهبة راس فهو مع الاتنين كل كان كل حاجة بعملها مهما كانت بسيطة هم كانوا بيدعموني فيها فده كان حاجة كان حافظ ليه أن أنا كمل وعشان كده أي حاجة بتحصل لي أنا بيكون عندي دفع أن أنا كمل عشانهم هم وتفكري فيهم هم أكتر يعني أنا في حاجة هتحصل أفكها فيهم لو هي تساعدهم وتبسطهم أكتر هتخليهم فخورين بي أكتر أنا هعملها من جهة ردد فهي ده 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 أكتر لحظة فخورية أنه أنه أنا دي عائلة جنبي ومعي في كل حاجة وفخور بي في كل حاجة ربنا يبارك فيهم يا رب دايما بيقولوا أن هذا الشعر هو مدارس مدارس مختلفة أنت زي بدأتي تختاري نفسك طريق في الشعر أنا حاولت أن أنا مذبتش عنها كنت بختار كذا حد مش شعائق كبير يعني هم شعائق كويسين وبقدر أن أنا استفيد من كتباتهم فكنت بأخذوا أيهم أحيانا فهو أنا مبذبتش أن أنا مبذبتش على عنوان واحد أو صاطر أو قفية واحدة فأنا بنوع من كل حاجة أنا أحيانا بكتب عن علاقات الحب أو الفراء أو عن طفولتي مثلا ده نفسه عملاب عنوان ده نفسه بكتب عن أنا خاص بي بكتب عن كذا حاجة وبكذا شكل مش بسبت على شكل واحد فده حاجة ببسطني مش كله دايما بيبقى قوي ومش دايما بينفع يتقال لكن دي بتبقى حاجة بستاني أنا أدخل أفكاري على حاجة شعر موزونة وبقافية كويسة أنت بدأت تكتب الشعر بقى من عمرة دي أو بدأت تهتمي بي من عمرة دي هي في البداية خالص لما أنا حسيت بتطوري كانت طائبا في نهاية تلتة أعدادة في تلتة أعدادة أنا نقطة خلاص بقى كانت مرخلة مهمة بالنسبالي فما كنتش بيهتم فيها أوي لكن بعد تلتة أعدادة بدأت تهتم بالرسم وبدأت تهتم بالشعر أكتر من رسم طبعا مع تطوري تلتة سنواجات فبعد قطي أن أنا برضو أحمل كل حاجة بس الأجازة بتاعت السنة دي كانت أكتر وقت اللي هي أن أنا اتطورت فيه أكتر فأنا في بداية السنة دي أخدت أن أنا مثلا في الشهر ده هكتب قصيرة بنصب أعداد معين ما يطلعش الشهر مثلا أنه أنا أكتب تلتة قصيرة في الشهر أو أربع أو اتنين على حسب أكرا حتى لنفسك هدف أه عشان أشوف تطوري هيوصل لإيه في آخر السنة فدي حاجة بسطوني ورسمي برضو عملكد حلوة مين مسلك الأعلى بقى في الشعر؟ في الشعر وأنا بسمع يعني من حاليا أنا بسمع كتير حاليا وليه ناس وزميل كتير لكن أكتر اللي هما اللي فاته عبد الرحمن وأحمد فؤاد النجم اللي هما الجماعة دول بصد زبال الجيل الكبير أه أكبر دعم يعني باتتفاد منهم جدا ومن كلامهم لأن في معاني مشتبه موجودة الأيام دي ببحث عن نارة ومش عرفها باستفاد منها وبقدر أن أخذ هي نفسها أو معانيها في النصوص بتاعتي إن شاء الله يا نادا تكوني كمان أنت يا أستاذة والأجيال اللي جاء تتعلم من شعرك ومن ثقافتك فأنا بشكرك شكرا جزيلا بشكر كمان طارق وبشكركم ألف شكر طبعا وكل اتحايا لكم ببرك لكم ألف من اليوم مبروك وكل زماليكم طبعا اللي تكرموا معاكم واللي فازوا ولسه بلدنا بخير والله يا جماعة فأنا بشكر شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام طبعا بنشكر نادا التنطاوي هي الحاصلة على المركز الثاني في الشعر بمسابقة المبدع الصغير شكرا يا نادا وبشكر كمان طارق علي الحاصلة على المركز الثاني في القصة بمسابقة المبدع الصغير شكرا لك يا طارق ونطلع مشاهدين الفاصل بعد الفاصل معانا السباحة المصرية العالمية نجوة غراب صاحبة التمانين سنة وصاحبة اشتركوا في القناة